وينضم إلينا من الناصرة دكتور سهيل دياب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور سهيل يعني هذه التحركات حينما يتم تقديم هكذا مشروع قانون في الكنسة يعني إذا أضيفت إلى مشهد مضطرب في إسرائيل وتظاهرات ورفض وانتقادات لاذعة لنيتنياهو برأيك الآن يفضي هل يمكن إسقاط هذه الحكومة؟ صباح لك بداية ولجميع المتابعات والمتابعين الإمكانيات إسقاط هذه الحكومة من خلال الكنسة الحالية هو أمر ليس من السهل القيام به وهو بعيد المنال بالسيناريوهات القائمة هناك ثلاثة إمكانيات موجودة الإمكانية الأولى هي نزع ثقة عن هذه الحكومة من قبل الكنسة وهذا لا توجد حتى الآن أي دلائل واضحة لإنسلاخ على الأقل خمس أعضاء كنيسة من الائتلاف ليقفوا إلى جانب مثل هذا الحال الإمكانية الثانية هي الشارع وكما دعا لبيد على سبيل المثال أن نزول بمليونيات من الجمهور إلى الشارع وهذا من شأنها أن يسكت نتنياهو وهذا ما يتم الحديث عليه في الأسبوع القريب إلا إذا حدثت أمور غير مطاقة وهذا أيضا إمكانياته غير كبير الإمكانية الأعلى هي أن نتنياهو يذهب إلى صفقة تبادل ولو جزئية وبعدها هو يعلن عن حل الكنسة والذهاب إلى انتخابات وحكومة انتقالية برئاسته لمدة تسعين يوما الأمر الذي سيدمن له برامجه المختلفة شعبيا من حيث ترميم وضعيته الانتخابية وأيضا يستطيع أن يخرج من هذه الصفقة بأي محطة يرى أن الأمور غير ذاهبة بالاتجاه الذي يريده باختصار شديد أن الإمكانيات النظرية موجودة ثلاث الإمكانيات العملية ما زالت الكثير من الأوراق بأيدي نتنياهو حتى الآن وبرأيي أنه سيذهب بهذا الاتجاه وهذا ما نلحظه أيضا من كل الحديث عن صفقة تبادل الأسرة ولكن بتوقيت نتنياهو ودعيني أقول وتيرة تنفيذ نتنياهو وبمحطات خروج من هذه الصفقة يحددها نتنياهو حسب مصالحه السياسية والشخصية لكن مخايلي حينما تحدثت تحدثت أن نتنياهو يعمل فقط لصالح بقائه في السلطة وألقت عليه باللائمة وبالمسؤولية فيما حدث في أستابع من أكتوبر بأنه أوصل الأمور إلى هذا الحد إلى هذا الاحتقان يعني في هذا السياق هل كان شارون أفضل هل كان أولمرت أفضل يعني من حكم إسرائيل ومن كان رئيس وزراء إسرائيل كان أقل تطرفا من هذا الأمر يعني الحقيقة أن المؤسسة الصهيونية خلال كل تاريخها تعاملت بأمور متشابهة وسواء من ما سمي باليسار والمركز واليمين وما إلى ذلك ولكن ما هو الجديد في الموضوع الحالي؟ الموضوع الحالي الآن هو أن الخطر أصبح خطرا وجوديا على وجود دولة إسرائيل هذا لم يكن بالسابق بالعديد من المحطات الصعبة حتى عندما كان شارون حتى عندما دعينا نتحدث عن حرب 73 على سبيل المثال وما إلى ذلك كل المحطات الصعبة التي كانت وواجهت المؤسسة الإسرائيلية خلال 76 عاما لم يكن هناك وضعا فيه المواصفات الموجودة ما هي المواصفات الموجودة؟ الاستنتاج أن هناك خطر وجودي على هذه الدولة وهذا نابع أيضا من رؤية بأن الإقليم ذاهب باتجاه المعادة بين خسين الإسرائيل وأن إمكانيات هذا المحور بتصاعد مستمر وما دام القضية الفلسطينية بهذا الشكل سيبقى هذا الوضع من هنا جاءت خطورة 7 أكتوبر ومن هنا جاءت خطورة ما سمي الإخفاقات ما بعد 7 أكتوبر حتى قبل 7 أكتوبر كان هناك اتهمات لنتنياهو أنه يسعى إلى تقويض الدولة العميقة عن طريق الإنقلاب القضائي إذا تذكرين سينار ولكن هذا لم يكن كافيا لتحويل الموضوع بأنه خطر وجود الجديد بالأمر أن إسرائيل خسرت موقع وفوقية الحسن دعيني أقول التآكل الردع للمنطقة العربية المحيطة وخاصة الفلسطينية وأيضا خسرت كليا السردية الصهيونية التي راجت خلال عشرات السنوات في جميع أنحاء العالم هناك أمر جديد أيضا بعد 7 أكتوبر وهذا الانقسام الداخلي الإسرائيلي غير المسبوق منذ نكبة 48 حتى البقرات المقدسة مثل الجيش الشباك ومحكمة العدل العليا أصبحوا على لسان كل مارك سياسي في دولة إسرائيل بمعنى أن هناك سمات جديدة تتعمق بها هذا التمزق وتتعمق بها تحويل هذا المأزق الداخلي الإسرائيلي لعامل كبير يؤثر على الأمن القوم الإسرائيلي ويهدد بإزالة هذه الدولة فلذلك الجديد ما بين نتنياه وآخرين هو هذه المرحلة الزمنية الانتقالية وهناك أبحاث عديدة تقول أن هناك ستة أسباب ستوصل إلى انهيار دولة إسرائيل ويعددونها وواحدة منها هي الانقسام الداخلي الكبير في الداخل الإسرائيلي لذلك نرى كل هذه السخونة في طرح التوصيف الوضعية الحالية للثانية يعني ما يحدث الآن يمكن قراءته فيما يشبه المراجعات بهذه الكيفية هل يمكن لإسرائيل أن تكون أقل تطرفاً في التعامل مع القضية وأن تسمح بقدر من المرونة لأنه بهذه الكلمات البسيطة وصفت هذه النائبة أن الأمور تصل إلى هذا الحد من الاحتقان نتيجة السياسات المتبعة فهل يمكن أن يعدل ذلك كل هذه السياسات برمتها؟ لحين أقول أن موقف مراجع مخائلي هو ليس الموقف الجارف في المجتمع الإسرائيلي هو موقف مهم كان له موقف تاريخي لحزب العمل تاريخياً ولكن هذا الطيار الآن هو بتراجع ومتراجع كبير ولكن النقطة الثانية بالجواب على السؤال الأساسي سينار هل ما يجري الآن بإسرائيل سيؤدي إلى أين؟ هل سيذهب إلى إمكانية مراجعة وعنساب نفس والعودة إلى التفكير من جديد بهلول سياسية في المنطقة؟ أو أنه سيذهب إلى أكثر تطرفاً وأكثر رفاشية؟ باعتقاد هذا يعني ما نراه الآن هو يعني مزيج من عدد من الأمور تسير واحدة إلى جانب الأخر من ناحية هذه الحكومة وحتى نتنياهو سيسعى بالفترة القريبة إلى تهدئة الأمور رويداً رويداً بمعنى أنه فشل في العديد من السيناريوهات التي أرادها ويحاول أن بدل ما يسمى الانتصار المطلق أن يحضر الانتصار الممكن لماذا أقول هذه الجمل؟ لأن النقاش المركزي الآن الموجود بين الجيش والأجهزة الأمنية من ناحية ونتنياهو من ناحية ثانية هو حول هذا الموضوع هل نبقى بالأهداف الحرب المركزية الأساسية النصر المطلق أم يجب أن نتحول كما يريد الجيش والشباك والموساد والأجهزة الأمنية أن نتحول إلى صناعة نصر ممكن ما هي مواصفات هذا النصر الممكن الذي يطرحه الجيش أمام نتنياهو أن نذهب إلى المرحلة الثالثة في قطاع غزة أن نخفف كل العمليات العسكرية حتى أن نوقفها من طرف واحد أن نذهب إلى صفقة تبادل أسرى حتى ولو لم نكمل كل مراحلها حتى النهاي أن نهدئ الجبهات الإقليمية أن نرمم العلاقات مع الولايات المتحدة أن نستعيد جزء من الشعبية السردية الإسرائيلية في العالم ومن بعدها من الممكن المراجعة الأمور ورؤية ما يمكن القيام به وحتى ولو كان هذه المرحلة كما يقول الجيش على حساب أن نقول أننا لا نستطيع أن نتجهل السلطة الفلسطينية في اليوم الثاني في قطاع غزة ولا نستطيع أن نتجهل أن حماس موجود وسيبقى وكما صرح المتحدث باسم الجيش أن الحماس هي فكرة والفكرة لا تقتل هذه التخريجة، هذا السيناريو المتكامل الذي لعب دوراً قوياً في الثلاث أسابيع وسبعين الأخيرات جلب إلى نوع من انصياع الجهاز السياسي إلى الجهاز العسكري بهذا الموضوع خاصة أن الجهاز السياسي قد خسر الكثير من أوراق المراهنة التي كانت أمامه وعلى رأسها أنه لا يستطيع أن يقوم بحكم عسكري في قطاع غزة أنه لا يستطيع أن يقيم قوة قيادية فلسطينية من العشائر الداخلية في قطاع غزة يعني بعيداً عن الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وإخفاقات ميدانية عسكرية كبيرة وصل إليها الجانب السياسي بعناده للاجتياح رفح وما بعد رفح فلذلك اليوم صوت الجيش وصوت الأجهزة الأمنية أقوى من الصوت السياسي فلذلك هو أنصاع للمرحلة الثالثة التي أعلنت قبل يومين ثلاثة هو برأيه سينصاع إلى صفقة تبادل الأسرة رغم أنه سيقوم بتوقيتها ومدة مفاوضاتها حسب حاجاته نتنياهو نتنياهو لم يبقى له خيارات كل الخيارات أمامه ليس فقط صعباً وإنما نتنياهو سيرفض أمرين سيرفض رفضاً قاطعاً أن يتم الذهاب إلى انتخاباته وهو مهزوم بإسقاط حكومته من المعارضة وهذا يعتبر نهاية نتنياهو من جميع النواحي نتنياهو لا يريد أيضاً أن يسقط من كبر الشارع إذا نزل إلى إضربات عامة وعسيان مدني وهذا سيجعله بمثابة الخائن أمام المجتمع الإسرائيلي وتاريخه سيكون مدموغاً بذلك هو إذا رأى أن هذه الأمور ستحدث فإنه سيذهب إلى أن يأخذ الأمر إلى يديه من جديد أن يقلب الطاولة وأن يذهب إلى صفقة تبادل أسراء وما نراه اليوم من مناورات بهذا الموضوع من كبر نتنياهو والتصريحات الإسرائيلية بأن جواب حماس هو جواب ممكن التعامل معه وهو أفضل جواب حصلنا عليه في الأشهر الأخيرة هذا يدل على أن نتنياهو فقد الخيارات التي أرادها كل الوقت وأعلن عنها بتصريحات عالية بما فيها الدخول واشتياح لبنان وبدأ يرى أن ما يعرضه الجيش بإمكانية انتصار ممكن على الأقل باستعادة جزء من الأسراء أو إذا لم يكن جميعهم ويبقى يناول بهذه المساحة لضمان إمكانية أن يرمم شعبيته الانتخابية وبعد ذلك الانقضاض أو العودة سواء إلى حرب وسواء إلى تكملة هذه الصفقة حتى نهايتها سواء هذا أو ذاك هل تستطيع إسرائيل أن تبقى بهذا الوضع؟ لا، إسرائيل بعد 7 أكتوبر وبعد أن تهدأ أصوات المدافع لن تبقى كما كانت بالمفهوم العقلية الموجودة وسيكون هناك حساب للنفس عسير وعسير جداً بالمرحلة الأولى سيكون أكثر انتقامياً ولكن بالمرحلة المتأثرة كما حدث بعد الانتفاضة الأولى بال87 دعيني أقول الكبيرة أدت إلى انفلات يميني فاشي في البداية وبعد ذلك إلى عودة للمحاسبة الحقيقية والرجوع إلى إمكانية حلول سلمية للقضية الفلسطينية هذا برأيي أن إسرائيل ستسير بهذا المصار وبعد أن تهدأ الأمور ستكون مراجعة كبيرة وأن الأجهزة الأمنية والدولة العميقة سيكون لها العامل الأقوى في التأثير على مجريات الأمور وكل الدلائل تشير عالمياً وإقليمياً ومحلياً أنه لا يمكن تجاهل الشعب الفلسطيني لا يمكن تجاهل حل سياسي في المنطقة حتى في داخل المجتمع الإسرائيلي هذه الأمور بدأت تتخلخل رويداً رويداً ولم تكن في السابق بهذا الشكل إذن الدكتور سهيل دياب الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من الناصر شكراً جزيلاً لك